يجيء هذا المؤتمر النقاشي الذي نظمته الجامعة الفرانكفونية بشات حول فرص التعليم العلي في منطقة السيماك وقد أحيى هذا المؤتمر البروفيسير أبا نينجولو حيث قال إن منطقة السيماك بهاج إلى تكثيف الاستثمارات في البحث العلمي لتمكين الأفارقة من أن يكونوا منتجين للمعرفة بدلا من أن يكونوا مستحلكين من خلال تبني التقدم في التكنولوجيا وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات ذات صلة بمطالب القرن الـ 21 كما أكد البروفيسير أبا نينجولو على الحاجة إلى الاستثمار بكثافة في التعليم العلي حيث أنه أمر في بالغ الأهمية لمستقبل أفريقيا المركزية ذاكرا كيفية إعادة تنظيم الأنظمة التعليمية ليشمل آليات لتدريب المناسب لتزويد الشباب بالمهارات والمعارف ذات الصلة اللاثمة لتحقيق الأداء الأمثل وفي الختام أشار البروفيسير أبا نينجولو إلى أنه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية القرية للتعليم في أفريقيا يجب علينا مواكبة بقية العالم ترجمة نانسي قنقر